سيهشام في البداية بشكل عام كيف نظرت لأسلوب رئيس الحكومة وكأني به نهل من التصريح الحكومي من النموذج التنموي من البرنامج الخاص سواء بحزب الأحرار أو حتى بالأغلبية الحكومية ليست المرة الأولى التي يتحدث بهذا المنطق ولكنه كرر نفس المنطق من خلال لغة الأرقام وأيضا تحديد سقف زمني لخطاب سياسي يريد تنزيل مجموعة من الأوراش فيما سمي بأسس الدولة الاجتماعية رأيته ناجح في هذا الأسلوب في إقناع نواب الأمة بداية من عندكم السينوفل نظر الحدود اليوم بعد خمسين يوم من خصيب الحكومة لا يمكن أن نتكلم عن الأغلبية والمعارضة نتكلم على نواب الشاب يراقبون عمل الحكومة يمارسون مهمة دستورية أول جلسة شهرية تخصص موضوع سياسة العمل للدولة في تنفيذ وتسوس الدولة الاجتماعية أصلا طرح هذا الموضوع والتوجه لشركة في المعارضة كذلك داخل مكتب مجلس النواب لتطرح وتحويل المشاكل الاجتماعية إلى سياسة عمل للدولة هذا في حد ذاته إنجاز لأنني كانت تكلم أغلبية معارضة الحكومة باقي عندها خمسين يوم ما زال ما نقدرش نحاسبها على النوايا على غرار الولايات المتحدة زعمها ما بعد المائة سياسة الأولى لا 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 يمكن أن نحاسب الحكومة على النوايا لنقدر نحاسبها عليها اليوم نتحدث عن النهج عن المنهجية رأي المنهجية كنقول لك باش تاخد المشاكل الاجتماعية وتطرحهم في قالب سياسة عامة للدولة رأي هذا في حد ذاته إنجاز والدليل تكلمت عليه بأن ما بقيناش كننظروا المشاكل الاجتماعية كنحصرها في التعليم والصحة أو نجو البرلمان نقوله درنا الأرامين ودرنا التسير ورامت يعني كنسية سياسة متكاملة أرقام تخص الاقتصاد باش يجي رئيس الحكومة يقول لك أنا غدي نضخ 13 مليار ديال التفية ديال البيتوار في المقاولة باش ننعش الاقتصاد باش يسيد رئيس الحكومة يتكلم لك على 13 مليار وستخصات ميزانية الدولة للسنة المقبلة من أجل الأوراش وفرصة يعني ربطنا الدولة الاجتماعية ما هو المتعرف عليه الصحة والتعليم ودعم جمعات القطاعات وكذلك خلق فرص الشغل يعني النظرة للعمل الاجتماعي ما بقيتش نظرة إحسانية صحيح هدف حدداته يحسبوا لهذه الحكومة مأسسة الدولة الاجتماعية مأسسة الدولة الاجتماعية وفق منها وفق منها طبعا نقول لك وفق في التصورات في المتمنيات في النفيد سنحاسبه قطاعيا على قل قطاع قطاع زمانيات